شيئاً فشيئاً تتكشف حقائق مثيرة عن ضربة إسرائيل الأخيرة ضد إيران حيث استخدمت إسرائيل صواريخ باليستية تطلق من الجو بدلاً من الصواريخ التقليدية وكالة رويترز كشفت أن هذا الأسلوب غير المعتاد أثار دهشة المراقبين وزاد من تساؤلاتهم حول تطور الأسلحة الإسرائيلية هذه الصواريخ تتميز بسرعة خارقة وقدرة على اختراق الدفاعات مما يجعلها خياراً غير تقليدي مقارنة بصواريخ كروز البطيئة التي تفضلها القوى الكبرى عادة لكن إسرائيل استخدمت صواريخ رامبيج المصممة بتقنيات متقدمة من شركات إسرائيلية لتحقيق ضربات دقيقة وسريعة في 26 أكتوبر نفذ الجيش الإسرائيلي ثلاث موجات من الهجمات على مواقع إيرانية مستهدفاً مصانع صواريخ ودفعات جوية صور الأقمار الصناعية أظهرت أن المواقع المستهدفة تشمل مباناً لها علاقة بالبرنامج النووي الإيراني مما أضاف بعداً حساساً لهذا الهجوم خبراء العسكر أشاروا إلى أن تلك الصواريخ أضرت بدفاعات الجوية الإيرانية مما دفع إيران إلى إعلان رد قادم ومدون ما قد ينظر بمواجهة عسكرية ممتدة إذا لم تسد لغة المفاوضات موسيقى موسيقى موسيقى